انخفاض على درجات الحرارة يوم الغد وأجواء مائلة للبرودة نهاراً في معظم مناطق المملكة وباردة في مختلف المناطق ليلاً وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل باطون الرغوي للعزد الحراري من ايريام لفارج باطون الأردن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده سيتي مول مكانك المفضل تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزائنا متابعين تقص العرب أسعد الله مساءكم من المتوقع بمشيئة الله أن تميل درجات الحرارة للانخفاض يوم الغد لتكون أقل بقليل من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام وفي التفاصيل وفي خراء الدرجات الحرارة الواردة لدينا هنا في مركز تقص العرب نشاهد أن الأجواء نهاراً تميل إلى البرودة لتكون باردة نسبياً في معظم مناطق المملكة خلال ساعات النهار لتكون أيضاً الأجواء لطيفة في ساعات النهار في البحر الميت والعقبة والأبوار وأما فيما يخص أقصى شرق المملكة فمن المتوقع أن تتكاثر بعض الصحب الركامية مما يؤدي إلى فرص لزخات رعدية من الأمطار خلال ساعات ما بعد ظهر يوم الغد بمشيئة الله وتبقى الأجواء في ساعات الليل باردة في معظم مناطق المملكة وفي هذه الليلة تحديداً في العاصمة عمان غيوم متفرقة درجة الحرارة تصل إلى 8 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 8 كم في الساعة وفي ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان ارتفاعات تدريجية بسيطة على درجات الحرارة يوم الأربعاء نهاراً 13 درجة مئوية يوم الخميس 14 إلى أن تصل يوم الجمعة إلى 17 درجة مئوية أما في درجات الحرارة الليلية في يوم الأربعاء والخميس 7 درجات إلى أن ترتفع يوم الجمعة لتصل إلى 10 درجات مئوية ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة والأجواء وطقس المتوقعة اليوم الغد نبدأها شمالاً من أربعاء 18 إلى 11 درجة مئوية في المفرق 19 إلى 12 جرش 19 إلى 11 درجة مئوية وفي عجلون من 17 إلى 9 درجات مئوية مع وجود غيوم متفرقة في عمان 16 إلى 8 درجات في الزرقاء 19 إلى 12 في البلقاء 17 إلى 8 درجات مادبة 16 إلى 9 وفي البحر الميت من 25 إلى 16 درجة مئوية مع أجواء لطيفة في البحر الميت وفي المناطق الجنوبية ونبدأها من الكرق 18 إلى 9 درجات في الطفيلة 15 إلى 9 درجات في جبال الشراء 14 إلى 6 درجات في معان 19 إلى 9 درجات وفي العقبة أجواء لطيفة من 24 إلى 14 درجة مئوية في ساعات المساء رويل شد 20 إلى 12 في الصفاوي 20 إلى 12 درجة مئوية وفي الأزرق من 21 إلى 12 درجة مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الوالدة لدينا هنا في مركز ترس العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير الباطون الرغوي للعزد الحراري من إيريام لفارج باطون الأردن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده سيتي مول مكانك المفضل تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر